من جانبها اقترحت الخارجية الصينية على كوريا ديمقراطية والولايات المتحدة تذكر نواياهما الاصلية والسعي لخفض التوتر الراهن من خلال الحور نسيحتنا لحال التوترات في شبه جزيرة كوريا هي تذكر نوايا الاصلية ما هي النوايا الاصلية؟ دعت الولايات المتحدة كوريا ديمقراطية لتخلق اسلحتها النووية وتموحاتها وناشدت كوريا ديمقراطية الولايات المتحدة عدم استخدام اسلحة نووية او تقليدية لمهاجمة او غزب كوريا ديمقراطية كان النواياهما الاصلية للامن لكن لاسباب عديدة فقد اتجاههما واصبح الوضع معقدا لا يمكن ان تتحرك الوضع حالي قدما الا اذا اخذ النواياهما الاصلية فاتباري لا يمكن حال النزاع سلميا الى عندما يكون هناك توازن بين شواغل الامنية من كل جانب تعمل سين ان تستخدم الاطراف معانية الهوارة لتعزيز الثقة وبدء المفاوضات لسعي النحو وإيجاد نحج فعال لحال التوترات سلميا بهذه طريقة وحدها يمكن حال المشكلة نووية لشبه جزيرة كوريا بشكل جوهرين والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بهذه طريقة وحدها يمكن ان تقدم المنفع المتبادل في كل جانب اشتركوا في القناة